يمنع الحديث يمنع ذكر الأسماء يمنع التصوير فنحن نتكلم عن جرائم الشرف المقتصبون وإن تعددت أشكالهم وألوانهم وأجناسهم فالهدف واحد تلبية نزوات عابرة تترك أثرا يصعب على الضحية طيه ونسيانه جراح نفسية وجسدية ناهيك عن نظرة المجتمع فالجاني هنا يضرب بعرض الحائط كل القيم المجتمعية والدينية فبحسب المطلعين فإن الضحية هنا تغتصب مرتين المرة الأولى من المغتصب نفسه والثانية من القانون الذي يكافئه بالزواج منها يعني هذا بكافئ يعني بيغتصب الفتاة أن يتزوجها وهذا بشجع الاقتصاب إحنا ضده هذا وإحنا بنكافئ أنه ما بدنا إياه هذا القانون لماذا نعاقبها مرتين؟ نعاقبها بالاغتصاب ونعاقبها مرة تانية بأنه يتزوجها هذا المغتصب فبالتالي هنا فيه إجحاف بحقها للمرأة ونتيجة إرضاء للمفاهيم الاجتماعية قام المشرع الأردني بوضع هذه المادة على أساس أنه يسترع البنة وكأنها البنة هي الجانية علما بأنها هي الضحية فبالتالي هنا هناك نقطة تانية كمان أنه في مثل هذه الحالة المشرع الأردني يشجع الشباب على مثل هذا الفعل بأنه يغتصب الفتاة ويقول ما هم أهلها رح يزوجوني منها بكرة يزوجوني منها فلماذا مجرم انكافئه مثل هذه المكافئة؟ يعني وكأنه المشرع الأردني يكافئ الشب الذي يغتصب الفتاة فيقول له خذ هذه المكافئة بأنك تروح تتزوجها قد تبدو الأرقام خير دليل على عدم وجود قانون رادع 700 حالة اختصاب سنويا تسجل في الأردن والمفاجئ في الأمر أن 95% من حالات الاختصاب في المملكة تمكن فيها الجاني من الفرار والنجاة بفعلته إما بتنازل الأهل عن حقهم الشخصي أو باستخدام ما يسمى بقانون جريمة الاختصاب القصة أول إشي أنه أنا بتعامل مع تاكسي بيجو بيأخذني بوديني مشورة بيتي إياها يعني بس أتصل معاه على التليفون بيجو بيأخذني فلما طلعنا بحكي لي على الطريق في ابن خالتي بدي أخذه معانا علشان نطلع يعني بدي وسط مشوار قريب وانت قربت عن مشوارك هلأ نحرف عن الطريق يعني هذا مش مشواري أنا فكرت لي وصل ابن خالته فقلت له أنه وصلني قبل إنه لأني أنا مستعجلة كانت الساعة تقريبا ثمانية بالليل فوتنا بشارع يعني شوي ما فيه حدا ودوابه وما فيه كتير دواب إشاء ابن خالته ونال الكرسي لقدام وقعد ورا وحاول إنه يعتدي علي تحرش فيه وكان بييده في الموبايل بيصور بيصور يعني بقرب عندي ويصور وبضربني وهيك بعدين صاروا يتناوبوا مرة هو الشوفير هو اللي يجي ورا وهذا كان اللي سوء ومرة الشاب اللي حكي عنه أنه هو ابن خالته خوفا من اقتصاب المجتمع لما تبقى لديها من كرامة يأتي التحفظ والسكوت جراء عدم إدراك الضحية لحقها فهذا يزيد من تعرضها للاختصاب مرة تلو الأخرى علي الأعراج لقناة رؤية اشتركوا في القناة